السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتدفعي قناة موارد الأستاذ مصطفى مرحبا بكم مع نموذج للفرد الأول من الثورة الثانية غادة اللواء العربية وفي طبيعة الحال مع تصحيحه إن شاء الله وتعالى إذن قبل أن نبدأ المرجوطات على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ومزيدا من التفاعل حتى نقدم لكم الأفضل تحياتي للجميع إذن نبدأ أولا مع الشكل قد اعتدنا على الآلات التي تسهل لنا الحياة إذن سنقوم بشكل الكلمات التي ستطر عليها فقط تسهل لنا الحياة في منازلنا وتوفر الكثير من الجهد والوقت باستعمال الكهرباء أو طاقات أخرى منها الغسالة والهاتف والخلاط والساعة المنبهة والفرن والثلاجة ويبدو مع التطور السريع للعلم والتكنولوجيا أنه ستكون لدينا في المستقبل القريب آلات جديدة لمساعدتنا لكن هذا يؤثر سلبا على الحركة البدنية للإنسان الذي أصبح خمولا كسولا إذن هذا هو النص ننتقل إلى أسئلة فهم المقرور بالنسبة لسؤال أول أقترح عنوانا مناسبا للنص إذن النص يتحدث عن الآلات وعن التطور والتقدم التكنولوجيا نقول مثلا الآلات في حياتنا أحدد نوعية النص إذن هذا النص هو عبارة عن مقالة عبارة عن مقالة ثالثا استخرج من النص مرادف كلمة الأولى وضد الكلمة الثانية إذن سنستخرج مرادف كلمة التقدم والتي جاءت في النص هي التطور بالنسبة لضد كلمة ناشيطة هناك خمولا ثم أو كسولا رابعا أعطي أربع كلمات من شبكة مفردات كلمات تسهل إذن يمكن أن نقول تطور تقدم تيسر آلات إذن كل هذه الكلمات نسمي إلى شبكة مفردات كلمات تسهل إذن بالنسبة للشكل كما قلنا نقوم بشكل الكلمات التي ستر عليها فقط وكمل خريطة الكلمة كلمة العلم إذن نوع الكلمة اسم طبيعة الحال مرادفها المعرفة ضدها الجهل ونركبها في جملة فنقول مثلا العلم أساسه ستطور الشهر ما هو دور الآلات في حياتنا حسب النص إذن جاء في النص أنها تيسر الحياة وتسهلها وتوفير الجهد والوقت أذكر أسماء الآلات المذكرة في النص إذن ذكرت السالة الهاتف في الخلاط الضغط الساعة المنبهة الفرن وكذلك الثلاجة تسطر على اسم فاعل وأحيط اسم فاعل قال منظم الرحلة من منكم مسجلون إذن المنظم اسم فاعل والمسجل مسجلون اسم فاعل أسوغ اسم الفاعل فاعل التالية نقول مثلا فتح فاتح ولقح ولقح أكمل الجمل باسم من فعول المناسب ومن من أفعال بين قوسهم الولد الكاذب فعل دم مذموم ثم أما الولد الصادق فهو من فعل احترام محترم بين الناس سؤال رقم 11 أعطي الفعل المدارع ثم اسم الزمان أو المكان حسبها الجدول شرق الفعل المدارع يشرق اسم الزمان أو اسمه المكان أو الزمان مشرق طبخ الفعل المدارع المدارع يطبخ اسم المكان مطبخ جمع مدارع يجمع اسم المكان مجمع. استقر يستقر اسم المكان مستقر. اكمل الجزول بما يناسب. الفعل فتح كنسة صعيدة. اذا سنصوه اسم الالة. مفتاح مكنسة مصعد. اما الاوزان فا اه مفتاح مفعال مكنسة مفعالة. مصعد مفعال. نمر الى اه التراكب. اه سبق اعراب الكلمات في اول فيديو. اذا اه هناك بعض الجمل سنقوم باعرابها. نعم. ان التلميذين مجتهدان. اذا هذه الكلمات التي سطرة تحتها. سنقوم باعرابها. مجتهدان. خبر ان مرفوع بالالف لانه مثنى. ممردون منشغلون في اسعاف المريض. الممردون مبتدأ مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم. وصلت المعلمات باكرا. فاعل مرفوع المسور في الدم الظاهر. سؤال ربعة عشر. احول الجملة مع الشكل التام. لقح الممرد مع المتدرب المهندسة. اذا نقول. المسور المذكر لقح الممردان مع المتدربين المهندسين. جمع المذكر لقح الممردون مع المتدربين المهندسين. ثم الجمع المؤنث لقحت الممردات مع المتدربات المهندسات. سؤال ربعة عشر. اصل بخط بين جمع المؤنث واعرابه الصحيح. ان الطاقات الاحفورية مضرة. اذا هنا جاءت اسم بالكسرنة يعني الفتحة. لانها جمع مؤنث سالم. املأ الجدول باسماء الاشارة المناسبة. اذا هناك مفرد مذكر. هذا. المفرد المؤنث هذه. المثلم المذكر هذا. المثلم المؤنث هاتاني. ثم الجمع هؤلاء. نقول هؤلاء. وعيد كلمة كتابة كلمة الخاطئة. اذا لكن لا كلمة خاطئة طاوس بالواو فقط. راجعوا آلف زائدة ثم الذي بلام واحدة فقط. وحولوا الفعل المضارع الى الماضي. يصحو الطالب باكرا. اذا اذا اه المضارع اه الماضي ماضي الفعل هو صحا الطالب باكرا وتقلب في المضارع الى واو. يسقي البستاني والاشجار. اذا سقا بالالف مقصورة التي تقلب في المضارع الى يا ساق البستاني والاشجار. اكمل كتابة الالف الليين المناسبة. اذا الفتاة الف مقصورة. العساة الف طاولة ثم العظمى الف مقصورة. الدنيا الف ممدودة. سما الف ممدودة. وانتهى الف مقصورة.